اشتركوا في القناة او كتير من الوقت بشوف انه مشاكل كتير قوي موجودة على الساحة وسببها هي فشل العلاقات ولما بتكلم عن فشل العلاقات مش بس بتكلم عن فشل العلاقات الاجتماعية انا بتكلم عن فشل العلاقات الانسانية بشكل عام او فشل العلاقات الزوجية بشكل شخصي او بشكل خاصي النهاردة عشان يكون فيه بناء جيد لمجتمع فاحنا بنحتاج لبناء أسرة الأسرة دي بينتج عنها أطفال والأطفال دول هما المفروض ان هما بيكملوا وهو ده اللي احنا بنشوفه المفترض انه يحصل ولكن ده ما بيحصلش دايما اختيارات الناس لحياتهم او اختيارات الناس للارتباط بتكون مبنية على بعض الأفكار والأفكار دي كتير منها غلط جدا 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 ولما بقول انه كتير من الأفكار اللي الناس بتختارها او اللي الناس بتتبعها عشان يرتبطوا غلط خليني اول حاجة ابدأ لكم بيها كده او السؤال بسأله لسيد المشاهدين وطبعا فيه ارقام اسفل الشاشة ممكن تتواصله معايا من خلالها او تتواصله مع البرنامج من خلالها انه هل الحب كافي لإقامة علاقة زوجية ناجحها بين طرفين او او لا طيب واذا كان كافي لإقامة علاقة زوجية بين طرفين لماذا تفشل الكثير من العلاقات في بدايتها او في اشهرها الاولى مع انهم اصلا في اول 34 شهرهم ومتجوزين هم بيموتوا بعض السبب ان هي بتفشل طيب واذا كان الحب غير كافي لإقامة علاقة زوجية ناجحة وسليمة ايه هي العوامل التانية اللي احنا من خلالها نقدر ان احنا نبني علاقة زوجية ناجحة وسعيدة طيب هل الراجل هو السبب في فشل العلاقات الزوجية طيب هل الست هي اللي نكدية وبسبب فشل العلاقات الزوجية طيب هل المجتمع ليه دور في ده طيب هل الاسرة ليها دور في ده طيب هل الميديا ليه دور في ده كل دي أسئلة قبل ما أبدأ أو أتكلم عن الكثير من الأسباب دي أسئلة بطرحها بطرحها ليه؟ لأنه العصف الزهني أو أنت تقعد تفكر ليه علاقاتنا بتفشل ليه واخدين رقم متقدم جداً جداً في زيادة معدلات الطلاق ليه آلاف من الحالات بتطلق في خلال الساعة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي يعني فيش كام كلمة اللي أنا قلتهم دول فيه أكتر من مئة حالة حصلهم حالة طلاق بالمعدلات الرسمية ومعدلات المعلنة غير طبعاً الخرس الزوجي وغير الطلاق الصامت وأوما إلى ذلك أكاد أجذب أنه أكتر من 90% من العلاقات الزوجية هي علاقات يأما بينفصلوا فيه بداية الست شهور أو السنة الأولى هي أما علاقات موجودين لمجرد أنه المجتمع والعيشة وأنه رب العيال له في عيال أو أنه مش هينفع الطلاق أو هنا أحسن من غيال وحاجات من هذا القبيل كان في بحث كده تعمل وكان البحث ده بيقول أنه العلاقة الزوجية بتفشل أو بتنجح لعدة أسباب طبعاً كتير من الناس لما تيجي تسألهم في الوسط العادي كده تقوله إيه سبب فشل العلاقة وتيجي تقوله إيه سبب فشل العلاقة يرجع يقولك أنه الأمور المادية والحالة الاقتصادية والمش عارف إيه والكلام ده عايز أقولك أنه آخر حاجة في أسباب فشل العلاقات الزوجية حسب الكتير من الدراسات هي الأسباب المادية طب ترجع تسألهم تقولي طب إيه فشل أو سبب فشل العلاقات الزوجية أقولك أنه رقم واحد هي الاضطرابات النفسية سواء عند الزوج أو عند الزوجة أو عند اللي اثنين وهنا أخذك لأول مرحلة أساسية من مراحل العلاقة وهي فترة الخطوبة أو فترة التعارف أو فترة الارتباط ما قبل الخطوبة اللي اثنين كل هدفهم وتركزهم على مميزات خالد فيه ميزة 1-2-3-4 وهي فيها ميزة 1-2-3-4 فإحنا اللي اثنين كل تركزنا على المميزات خالد ومميزات الشخصية التامية على مميزات الرجل ومميزات المرد وغالبا في الفترة دي بتكون العيوب في عين المحب ميزة في بعض الأحيان يعني ونبدأ نتكلم بقى في شكل البيت وفي شكل الحياة وفي لون الفرش وفي شكل الشقة ومكانها وقبلي وهلا بحري ودور الكام وهنجيب ايه وهنعمل ايه دي بدأ نتكلم في حاجات هي كلها حاجات لا تبني العلاقة الزوجية هي شيء مكمل من مكملات العلاقة الزوجية فإحنا عايزين نعرف إنا بأسألك سؤال مهم جدا تقدر تجاوبني عليه دلوقتي إيه هو الترمومتر اللي من خلاله تقدر تقيس إنه هل العلاقة دي علاقة نكحة ولا العلاقة دي علاقة غير نكحة إنه العلاقة دي سوية ولا علاقة غير سوية ولا العلاقة دي ينفع تكمل ولا العلاقة دي ما ينفعش تكمل لو الترمومتر ده مش عندك مش هتقدر تقيس مدى نجاح العلاقة من مدى فشلها مميزاتها من عيوبها اللي ممكن تتحمله و اللي ممكن ما تتحملوش اللي ممكن تضغاض عنه و اللي مش ممكن تضغاض عنه فتأكد انها العلاقة دي غالبا هيوجهها الكثير من المشاكل والمشاكل دي هتنتهي بالنهاية الى طريق مش احسن حاجة والطريق انت غالبا لا انت ولا هي بترغبه في هذا الطريق فتر الخطوبة هي انت بتحاول تبني فيها اسس اسس للارتباط اسس للعلاقة الزوجية اسس للحياة و دي ما اقول و ده ممكن كتير من الناس تختلف معا فيه انه التفاهم ما بين الزوجين في العلاقة الزوجية اهم بكتير جدا من الحب و دايما انا مثل ده بمسألة بسيط جدا حضرتك طالب سنوية عامة عندك خمس مواد تحب مادة واحدة فيهم المادة دي انت مركز طول الوقت عليها و طول ما انت مركز على المادة دي فانت النتيجة اللي انت هتحصل عليها هي ان انت تجيب في المادة دي تقدير كويس جدا وباقي المواد هيبقى التقدير من البي ستين ميلا فاللي بيحصل ايه انه الناس مركزة في الحب اقول الحب دي حاجة حلوة انا مش معترض ان انت تحب لكن معترض انه يبقى بناء العلاقة بتاعتك اصلا بحب و انت اصلا مش متأكد و مش عارف يعني ايه حب فيه فرق ما بين الحب و فيه فرق ما بين التعلق و فيه فرق ما بين الاحتياج النفسي و فيه فرق ما بين الاعجاب فيه فرق ما بين الاعجاب الانجزاب للشخصية بشكل ما او الكاراكتر ده عجبك عشان كده ممكن تلاقي واحد اعجب بواحدة جدا فقال لك انا تشدت لها وبعد كده بدأ يطلب منها التغيير يعني يقول لها ايه شكل لفسك مش عجبني مثلا يعني شكل مش عارف ايه مش عجبني تصرفاتك مش عجباني مش عارف ايه مش عجبني كلها مش عجبا طب ام الكلها مش عجبا انت ارتبطت بيها ليه او على اي اساس او رح تتخطبها ليه ولكن ده ما يمنعش انو لو شخص مرتبط بحد قبل ما يخش فكرة الاتباط هو معجب بالشخص كشخص معجب بايه بالشخص كشخص كانسان كعقلية كالتفكير في بعض الامور ممكن لما تتكلم فيها هي امور قابلة للتغيير قابلة للتعديل ما تئزكش ولا تئز الشخص اللي معاك لكن في امور غير قابلة للتغيير والتعديل ودي اكتر كارثة بيوع فيها الناس انو اثنين مرتبطين حد فيهم عصبي مثلا عصبي لميزال او حد بخيل فيقولك هيتغير عشاني وهنا اكبر مشكلة حضرتك ممكن تقع فيها وتتوقع ان الحب قادر على فعل المعجزات الحب قادر على فعل المعجزات بعض الحاجات مش كلها يعني دايما نقوله الطبع بيخرج يعني الروح بتخرج والطبع لسه بيفضل موجود في البنية ده لو انت ارتبطت بحد فانت لازم بقى عندك مقياس تقيم على اساس والارتباط ده المقياس ده هي انت تشوف ايه الحاجات المميزة فيه ايه الحاجات اللي انت ممكن تقبلها ايه الحاجات اللي ما تقبلهاش الحاجات اللي انت قادر تتعامل معها الحاجات اللي انت مش قادر تتعامل معها الحاجات المميزات اللي انت وخدها من العلاقة دي العيوب اللي انت شايف ان هي وجودها في العلاقة دي ممكن تأتي لها وانت مش قادر تتحملها لا تتعرف قدرتك النفسية رايحة تين وغاية منين لان بعض الاحيان اتنين مرتبطين ببعض اوي 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 ومجرد ما يختلفوا يظهر شخص تاني وتظهر شخصية تانية فيبقوا الاتنين مصدومين من بعض مش انتي وهي مش انت ده وهنا اللي بيحصل انه مش انتي ومش انت انه احنا اصلا في فترة الخطوبة كنا بنلعب مش نعرف اي حاجة عن بعض احنا تقفل علينا باب وفوجئنا ببعض فتخيل انه بني ادم عدت معاه في مكان بتتعرف على عاداته وتقاليده وصفاته واحتياجاته وتطلباته ورغباته وفكره اللي ممكن يكون مختلف عن فكرك اللي بيحصل في كتير من العلاقات اللي بتفشل في فترة الجواز هو انه الشخص غير قادر على التعبير عن مشاعره او ما بيعبرش عن مشاعره يعني اتنين احنا دلوقتي خرجنا من فترة الخطوبة فتحنا بيه فترة الخطوبة انه لازم يبقى فيه اسس ولازم نكون قادرين يبقى عندنا ترمومتر بنقيس العلاقة دي وانقيس ايه المميزات اللي فيها والعيوب اللي فيها ولو مش عارفين لده نالجا اللي متخصص او انتم ممكن تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقاق من ظهر اسفل الشاشة وانساعدكم ده اتنين ارتبطوا بعد فترة شوية كده ودي مشكلة كتير بتظهر قوي يحصل روتين في العلاقة المبينة الطرفية مش بس ما تكلم على روتين العلاقة الحميمية لأ انا بتكلم ايضا على روتين العلاقة الحادية انو ما بقاش يخرج مشاعره ليها او ما بقيتش يتعبر بمشاعرها لي عارف انت فكرة ان هي ايه هي عارفة وانا عارف وما فيش داعي للكلام الكتير مش عاسمها كده في حاجة اسمها انو العين بتحب والودان بتحب والقلب بتحب واللسان بيحب فما شعرك خرجها حتى لو اه هي عارفة انك بتحبها وما لتجوزتها ليه وان هو عارف ان انت بتحبين وعارف انت بتموتي فيه لكن عدم التعبير عن المشاعر او عدم قدرتك على التعبير عن مشاعرك بيخلي العلاقة يصيبها الملل من وقت للتاني وبتبقى فكرة الكلمة الحلوة اللي بتتقال بعد كده بقت مفاجأة بقيت ايه ده ده بيقول لي كلمة حلوة هو جراله حاجة هو تجنن ده انا بسمع شكاوي من بعض الناس تقولك انا اخر مرة قال لي فيها بحبك ياه من عشر سنين من ست سنين من خمس بجد يعني فكرة التعبير عن المشاعر ممكن تختفي الى الحد اللي ما انتش قادر او انت ما بتعبرش فيه عن مشاعرك ومن هنا يحصل حاجة اسمها الابتعاد الجسدي عارفين الابتعاد الجسدي او البعض الجسدي انا النهاردة مفروض اي حلاقة زوجية ما بين اثنين بيتخللها في الاول مشاعر مشاعر دي بيتخللها بيتخللها كلام حب وود ومحبة وكلام فيه شيء من الرومانسية المفتقدة عند كتير من الناس ومش مكلفة كلمتين حلوين مش مكلفين لا عليك ولا عليها عشان كده قلتلكم ان الفلوس في الاكل خالص وانه فيه حاجات كيرة جدا ممكن الراجل والستة يعملوها مع بعض يتخطوا فترة الفلوس ويكونوا مبسوطين على الال في علاقتهم ببعض فيحصل انه ما فيش كلام حلو بيتقال وتحول الموضوع الى وظيفة الزوجة تؤدي وظيفتها بانه هي ما ينفعش تمنعه عن حق ربنا ادقوله وفي نفس الوقت هو بيفرغ الشهوة بتاعته اللي شايف انه هي الوسيلة الوحيدة لتفريغ الشهوة بتاعته فاصبح الموضوع ان هي بتؤدي واجب وهو يأدي واجب هو كمان يأما بيفرغ طاقة موجودة عنده او الشهوة موجودة عنده فيحصل هنا انه تخيل زوجتك في حضنك وهي مش في حضنك او انت في حضنها وهي مش في حضنك انتوا في علاقة وانتوا مش في علاقة يعني وانتوا في علاقة مش روحانية وما فيش ارتباط جسدي هو فيه بعد جسدي ولكن فيه عملية فيسيولوجية بتحصل خلاص بقت بالتعود بقت بالروتين بقت بالممارسة لدرجة ان في بعض الناس بيمر عليهم فترات كبيرة جدا بيمرسوا العلاقة الزوجية ولا يشعروا بمتعة العلاقة الزوجية وبالتالي لا يشعروا بالراحة النفسية نيب بعد كده مرحلة من المراحل اللي فيها الكثير من الخلافات ايضا عدم الثقة سواء من الزوج او من الزوجة وبيزداد بقى الشك هنا مجرد الشك بيحصل او عدم الثقة وعلى فكرة عدم الثقة ما بين الزوج والزوجة ممكن مش ناتج عن انه حصل الموقف فده كان السبب لا عدم الثقة او الشك ما بين التراتين في بعض الاحيان والكثير من الاحيان اللي انا بيجبها انه بيكون السبب هو سبب نفسي انه انا لو فقد الثقة في نفسي فبالتالي ممكن اشعر انه ممكن خطيبتي او مراتي او البنت اللي انا مرتبط بيها ممكن تكون يعني ممكن تكون تعمل حاجة من وراي ما هي مش شايفة ليه احطان حاجة بالعكس يعني ممكن تبقى شايفاتك كويس جدا بس انت مش شايف نفسك كويس فممكن يبقى عدم الثقة في الطرف التاني بسبب عدم الثقة الشخص اصلا في نفسه فيحتاج جلسات اسمها جلسات الدعم النفسي ان انت تدعمه نفسيا وتعرف الافكار اللي هي موجودة جواه او عن طريق علاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي او السي بي تي ان انت بتعمله بتشوف افكاره اللي هي والدت له المشاعر دي ومن خلالها بتقدر ان انت تشوف ايه هو السبب اللي بيزود الشك عند هذا الشخص بيوصل العملية ما بينهم الى عدم الثقة ما بين الطرفين وبالتالي العلاقة بتفقد جمالها ورونقها وبتموت في النهاية وبتزبل ولما الثقة بتفقد ما بين اي طرفين هي من الحاجات اللي عاملة زي الازاز ده كده اذا قسرت غالبا صعب ان هي تعود مرة اخرى واذا عادت ما بتعودش او ما بترجعش زي الاول الخيانة وده انتشر الفترة الاخيرة والمتابع لصفحات التواصل الاجتماعي هلاقي انه ازدياد نسبة الخيانة بشكل كبير جدا 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 ما بين المرتبطين والمتزوجين وزمان كنا نسمع ان الراجل خايم قوي لكن في الفترة الاخيرة بقينا نسمع انه فيه ستات كمان كتير خايمة جدا وده بعيدا عن اللوم عن مين لانه طبيعي جدا انه الخيانة عموما هي شيء مش مستحب عموما ولكن في بعض الاحيان بيكون فقدان الزوجة لنفسها ولحياتها ولانستها بيدفعها الان هي تبتعد شوية عن العقل والمنطق والدين وعن كل شيء وتلجأ الى الخيانة لاشباع رغباتها الطبيعية جدا جدا والزوج ايضا نفس القصة لانه مجرد ما فقد التواصل ما بين الطرفين الروحي والجسدي خلاص يبقى الاثنين يبقى ده مش متجوز ولا دي متجوز يبقى ايزا الحل الافضل والاحسن بالنسبة لهم حفاظا عليهم وحفاظا على مشاعرهم انه يبتعدوا عن بعض يعيدوا على خطهم ببعض وإلا هتكون العواقب بعد كده هي عواقب غير حميدة وغير جيدة بالنسبة للطرفين شكرا دايما انا اقول وواكد انه لازم العلاقة الزوجية يقصر فيها الروتين يعني الروتين العلاقة الزوجية في كل شيء حتى في طريقة التعامل في الاكل في الشرب في الموعيد في كل الامور لازم ان الروتين ده يتكسر في العلاقة الزوجية لان الروتين ده طول ما هو موجود في العلاقة الزوجية فهو يقتل كل شيء في العلاقة الزوجية انا اعرف ناس علاقتهم الزوجية او الكثير من الحالات اللي بيحصل عندهم برود في العلاقة الزوجية مش العلاقة الحمية بكلمة على العلاقة الزوجية ما بين الاثنين بيكون سببه أنه الترافين ما فيش تجديد هي حياة روتونية واحد زي واحد بيساوي اثنين اللي بنعمله النهاردة زي اللي بنعمله بكرة زي اللي بنعمله بعد زي اللي بنعمله الأسبوع الجاي وبالتالي العلاقة بتفقد قيمتها وإذا فقدت العلاقة قيمتها فبالتالي بتفقد مني آدم لزة الحياة ومتعطوها مالة زي طبعا أنا حابب أن أتكلم أكثر من كده و لكن دي كانت حلقة تمهيدية بنفتح فيها الكتير من المواضيع و تقريبا وقت الحلقة يعني باقي دقيقة أو دقيقتين ففي الديئة دول أو دقيقتين دول خليني ألخص بعض الأمور المهمة جدا اللي أنا حابب أن الناس كلها تاخد بالها أنه الحب زي ما هو شيء جميل ولكنه جزء من العلاقة مش العلاقة كلها ده رقم واحد رقم اثنين أنه أساس أي علاقة في الدنيا هو التفاهم ما بين الطرفين رقم ثلاثة أوعى تحاول أنه أنت تتفكر أنه أنت تغير في شريك حياتك بالعكس فيه طباع في الشخص لا يمكن أن تتغير فما تتعبش نفسك وما تقومش طباعه دي بالعكس أنت هتقبلها وترضى بيها أو أنه أنت لا مش متقبلها وترضى بيها خلاص أنت تتعد عنه لأنه أنت أتفضل معذب نفسك بشكل كبير جدا أشكالة دايما بنصح أنه أنت تتعرف على طباع الشخص اللي معاك قبل ما تفاجأ بيها وتبدأ أن أنت تخسر علاقة كانت ممكن أن هي تنجح رابع حاجة لازم يبقى فيه تغيير في روتين الحياة الزوجية أن الحياة ما تبقى لاشي روتينية وأنه يحصل فيها تغيير من وقت للتاني التغيير ده مفيد للزوجة ومفيد للزوجة ببتكلم عن التغيير بتكلم عن أمور بسيطة جدا جدا ممكن أن هي تغير الحياة الزوجية رقم خمسة تقبلوا الاختلافات تقبلوا الاختلافات كل واحد فينا مختلف عن التاني كل واحد فينا عنده قناعات وعنده طباع مختلفة وعنده آراء مختلفة وبالتالي تقبلك للقناعات دي وتقبلك للآراء دي فهو مش معناها أن انت قابلها ولكن معناها أن انت قابل الاختلاف الحياة الزوجية هي أو العلاقات عموما هي مش حلبة مسرعة مين ينتصر؟ وفي النهاية هي شركة ما بين طرفين الاتنين لازم قدر المستطاع يحاول كل واحد فيهم هو مش بيقدم تنازل فهو ضعيف التنازل هنا معناه أنه عايز أكسب ودك وإنت في مرة تتنازل فتكسب ودي فالتنازل هنا لا يفقد أي من الطرفين أي شيء في العلاقة بالعكس أن التنازل هنا ممكن أن هو في مرة أنا تنازل وإنت في مرة تتنازلي بس تتتنازلي عن إيه؟ ده المهم لأنه في ناس بتتتنازل عن كل شيء سواء رجل أو ست انت تتتنازل عن موقف تتتنازل عن مشكلة تتنازل عن رأيك في حاجة التنازل ليست ضعف في الرجل ولا ضعف في ستة وبأكد كتير ما ديله الرجل قوي إنه التنازل مش ضعف فيك لما تتنازل عن بعض الحياة اللي ممكن أو ينفع أن أنت تتنازل عنها وتكسب قلبي الشخص عشان كده دايما نقول في بعض الأحيان كذب المواقف أهم بكتير كذب القلوب إن أنت تكسب قلب حد أهم بكتير جدا من أن أنت تكسب المواقف تخيل لما تكسب قلبي بني آدم بصها تبقى كسبت الدنيا كلها وخاصة لو شريك حياتك أو الشخص اللي أنت مرتبط دي قبل ما اختم ودي في عجالة سريعة عايز أقول لكم غملة مهمة جدا جدا في العلاقات العموم من العلاقات الإنسانية بشكل عام إنه بناء العلاقات مش صعب ولكنه مستهل فعشان تبني علاقة كويسة لازم تقارب إيه هي الأسس اللي أنت ممكن تبني عليها العلاقة النجح إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج تواصل لدائما بنهتم بي أن احنا نتواصل معكم بشكل مستمر الحاجة ما شوفكم مرة تانية لكم من كل التحية والتخدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر